بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام أسجل هذا الفيديو في ظل ما تعرض له أو ما تعرضنا له صراحة من الإساءة للنبينا الكريم وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فاللهم صلي على سيدنا محمد ومن مستلزمات نصرتنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نذكره دوما ونتقيد بسنته وأن نفعل ما نستطيع للدود أنه جل في علا لذلك وجب علينا التذكير زملائي الأفاضل حتى في علمنا أن نبين أن كل ما تعلمناه وكل ما وصلنا له هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك تكون المقاطعة التي دعا إليها الكثير من الناس هي من السبل الناجحة ومن السبل التي تري هذا الغرب الذي استهزأ بنبينا العظيم أنه في مقدمة أولوياتنا وأفخص صراحة بالحديث عن ذلك أثناء شرحي كما قلنا لأنه إن لم نذكر ذلك في كل نازلة وفي كل وقت فسنكون حينها من المقصرين ونعوذ بالله أن نكون من المقصرين فاللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما ذكروا الذاكرون وعدد ما غافل عنه غافلون وبذكره نبدأ بإذن الله القسم الثاني من هذا الشابتر بدأنا في الحديث في مقدمة الشابتر الماضي عن مقدمة في الذرات والجزئات والأيونات اطلبنا في الحديث عن الجدور الدوري ثم انتقلنا للحديث عن الآيزوتوبس الألوهية النظائر وقلنا أنها ذرات متشابهة في العدد الذري لكن تختلف في العدد الكتلي بسبب اختلاف عدد النيوترونات إذن هي نفس الذرات لكن تختلف في عدد النيوترونات مما يؤدي لاختلاف العدد الكتلي ثم تكلمنا عن حساب نسبة النظير من بين مجموعة من النظائر أو حساب الـ Average Atomic Mass Unit اللي معدل الكتل الغرية وتوسعنا في الحسابات أمل إن شاء الله أن الجميع يكون حل قدر إمكانه في المسائل حتى يتمكن من هذا وتقريبا هذه تحكووا إنها أول ما يواجه هنا من المسائل الحسابية لـ Average Atomic Mass Weight أو Unit تمام نيجي نتكلم عن Naming Compound إن شاء الله في هذا الفيديو نتكلم عن تسمية المركبات قسم إن شاء الله لقسمين حسب نوع المركب أو هو يقسم إلى ثلاث أقسام نشرحه إن شاء الله مفصلا بإذن الله تعالى الآن تسمية المركب تمام من نوع المركب إذا لابد من تحديد نوع المركب لو جئنا لا الجدول الدوري اتكلمنا عنه سابقا قلنا أن الجدول الدوري يتكون من مجموعة من العناصر دعني أشرح على اللوح حتى يكون أسل للشرح تمام أنا نقلته هنا نفسه تمام قلنا أن المجموعة الأولى والثانية والثالثة تمتاز بأنها فلزات ميتل والفلزات اللي للميتل تمتاز بأنها عندها موصلية الكهرباء الكوندكتيفتي عندها قابلية للتشكيل إذن هي تتواجد غالبا في الحالة الصلبة تمام إذن المجموعة الأولى المجموعة الأولى المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة غالبا نقدر نحكي عنهم ميتل باستثناء القليل من الشواث عندنا ننساش نستثني كمان مثل ما حكينا حتى نكون مميزين نكون عارفين أنه البورون والهايدروجين تمام من الشائعات حنستخدمهم نن ميتل نن ميتل لكنهم موجودين في هاي المجموعات هاي أول نقطة ثاني نقطة حكي لأنه هاي المجموعات اللي هنا منسميهم ترانزيشن ميتل ترانزيشن ميتل نختار اللون الثاني تمام نسميهم ترانزيشن ميتل ترانزيشن ميتل العناصر الانتقالية أو الدرات الانتقالية إذن هي بالنهاية كمان برضو كمان ميتل تخيلون ميتل في الجدول الدوري عددهم كبير جداً ليش سميناهم انتقالي لأنهم متغيرين في الشحنة لأنه حلق على سبيل المثال الآيرون على سبيل المثال تمام عندنا اف اي مجب ثنين وعندنا كمان للآيرون اف اي مجب ثلاثة المنقنيز إلو اربع شحنات مجب ثنين مجب ثلاثة مجب أربع مجب سبعة وفي أيضا مجب خمسة عندنا نيكل وشحنتين وهكذا إذن اللي هيك سميناهم ترانزشن ميتل وفي تسميتهم لاحقاً إن شاء الله هنحكي أنه لابد من توضيح ما هي الشحنة لهذا العنصر الانتقالي عندنا المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة تمام غالباً ما نحكي عنها أن الميتولايت اللي هي أشباه فلزات لكن صراحة أشباه الفلزات مثل ما تكلمنا هي جاي على شكل درج ابتداء من السيليكون إذا أذكركم فيها نرجع له تمام حكينا إنه الميتولايت مش كثير بعلمه لكن إنه إحنا أصلاً منعملهم معاملة اللا في الزات ابتداء من البورون السيليكون على شكل درج هنا هم ملقطين بهذه الصورة إذن إحنا بهمنا بالتسمية صراحة ما ما منهتم صراحة إذا نحكي إنه ميتولايت أو نانميتل ميتولايت يطبع نانميتل في التسمية إذن بقدر أقول إنه مجموعة الخامسة السادسة السابعة عبارة عن نانميتل نانميتل اللي هي لا في الزات غالباً تتواجه في الحالة الغازية بالحالة الغازية تمام مثل غازات الجو نيتروجين أكسوجين ومعهم أصلاً كمان الهايدروجين عندنا اللينثانايد والأكتنايد عندنا بالأسفل هنا اللينثانايد والأكتنايد ما عندنا أي كلام عنهم خلال كيمستري ون أو ون حتى إحنا بالتخصص ما تكلمنا عنهم حقيقة اللينثانايد والأكتنايد إذن هاي هي عناصر الجدول الدوري هاي هي عناصر الجدول الدوري اللي حنتكلم عنهم بكثرة وأتمنى إنكم ترجعوا للفيديو السابق حتى تعرفوا العناصر لأنه حكيت لكم ركزوا عليهم عشان نعرفهم به عشان نستخدمهم فيه الكيمستري ون أو ون عندنا المجموعة هنا اللي هي مجموعات العناصر مجموعة الثامنة أكتر استخدامهم أول أربعة أو أول خمسة اللي هم الهالوجينات الهالوجينات أو العناصر النبيلة الغازات النبيلة تمام هاي هي العناصر اللي حنمر عليها بإذن الله تعالى الآن بعد ما عرفنا العناصر تمام لابد من تحديد نوع المركب تمام نيجي نعمل كمان صفحة نتسكر هذه الصفحة نختار لون ثاني تمام إذن أنواع المركبات بالطبيعة بشكل عام يندرج إلى قسمين حسب نوع الرابطة حسب نوع الرابطة عندنا أيونيك كمباونت إذن أيونيك كمباونت وإختصار كمباونت عندنا موليكيولار كمباونت موليكيولار كمباونت تمام إذن لابد أن أحدد نوع المركب حتى أحدد طريقة تسميته هذا واحد إذن طيب اللي هو أيوني وعندنا تساهمي من كلمة أيون يعني بيكون أيونات يعني عندي أيونات موجبة وسالبة في المركب يعني عندي فقد وعندي كسب لوس وعندي جين للعناصر أما التساهمي تمام اللي هي تشاركي تمام شيرينك كمباونت بس اللي عندي تشارك بين الرابط خلنا نيجي لها المجموعة أو النوع الأول اللي هو أيونيك كمباونت تمام ويندرج إلى قسمين إما يكون طبعا هو دائما ميتل معنى ميتل هو دائما ميتل معنى ميتل هو موجب مع سالب إذن دائما أيونيك كمباونت إما عبارة عن ميتل زائد نن ميتل لكن الميتل هو عندنا أشكالية إما بيكون ميتل من المجموعة الأولى والثاني والثالثة وإما بيكون الترانزيشن ميتل وإما بيكون الترانزيشن ميتل نجي نوضح هذه الفقرة تمام بشكل أوضح في الصورة اللي هنا إذن أيونيك كمباونت إما بيكون ميتل مجموعة أولى ثانية والثالثة مع نن ميتل وإما بيكون لأن كل واحد إلى طريقة التسمية صراحة فلابد نكون عارفين نحن عناصر جدور الدوري إما بيكون ميتل ترانزيشن ميتل مع عناصر المجموعة اللي هم النن ميتل النن ميتل لما أحكي نن ميتل تمام دائما لما أحكي نن ميتل تمام بحكي عن مجموعة خامسة سادسة سابعة تمام أو الميتولايت في مجموعة الرابعة تمام أو عندي الهايدروجين من المجموعة الأولى وعندي البورون هذا غالبا لما أحكي عن النن ميتل يعني إن شاء الله مع التكرار بإذن الله راح تكون أموركم طيبة في معرفة هذه العماصر تمام طيب إذن إذا عندي ميتل من المجموعة الأولى والثاني والثالثة إنهم طريقة التسمية إذا عندي ترانزيشن ميتل إنهم طريقة التسمية تمام هساب اختصار موضوع جدا سهل يحتاج إلى القيام من التركيز تمام المجموعة الأولى والثاني والثالثة لو نرجع للدور الدوري تمام في الصفحة الأولى تمام اللي هم الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم غالب العناصر راح تمر معنا تمام أنا بحكي عن الجميع لكن الغالب المور معنا في أسلية الدكاترة البيريليوم المغنيسيوم الكالسيوم عندنا الأنمنيوم هاي أكثر عناصر اللي ممكن تمر معنا لكن لا يعني إنه الروبيديوم السرونشيوم السيزيوم الباريوم الفرانسيوم اللي هم أنا ذكرتم هنا إنه ما يمروا بالعكس بيجوا لكن أنا بحكي عن أكثر اللي بيجي مع الدكاترة طيب ما آلية التسمية إذا كان عندي ميتل من المجموعة الأولى والثاني والثالثة وعندنا أيضا كما القليميوم تمام ما آلية التسمية الفلز اللي هو الميتل يلفظ كما هو اللي هو مجموعة اللي هو مجموعة رابعة خامسة سابعة أو الهايدروجين والبورون أتبعه بـ إذن الميتل كما هما زائد الننميتل الننميتل تمام بأتبعه بـ بهاي التكملة طيب يعني على سبيل المثال خلني أجيب لكم هذا نرجع على صفحتنا هنا تمام لو إجاني على سبيل المثال الليثيوم تمام مع الفلور الليثيوم مجموعة أولى الفلور مجموعة سابعة إذن هذا مركب آيوني يكون اسمه الليثيوم فلورايت يكون اسمه الليثيوم فلورايت هلأ بحكي له طالب أستاذ أنا إلي بالتسمية تمام يعني إملائيا إملائيا لا لأنه إنت أصلا امتحانك ملتيبل جويس فإملائيا لا إذن هذا اسمه ليثيوم فلورايت تمام لو إجاني ال آي تمام مع البروم مجموعة أولى مع مجموعة سابعة اللي ميتل معنى ميتل ليثيوم برومايت ليثيوم برومايت كمان مرة نحط كمان اسم ونسكر هذه نعمل نعمل عشان أريكم أنه هسا الموضوع كثير سير نقدر احنا نغطيه بصورة واحدة تمام لو جينا احنا هنا ينزل الدوري كمان مرة عشان ما نظل نرجع للصفحة الأولى تمام ليثيوم أكسايت ليثيوم سالفايت ليثيوم سرينايت ليثيوم نايترايت ليثيوم فوسفايت ليثيوم نخلص الليثيوم عندنا ليثيوم برومايت تمام هاي أغلب الشائعة على الليثيوم نفس الشي الصوديوم بقدر امسك الصوديوم عشان أدرب نفسي على التسمية صوديوم فلورايت صوديوم كلورايت صوديوم برومايت نفس الشي البوتاسيوم فلورايد، كلورايد، برومايد، أيودايت، نس شيرا بيديوم وهكذا إذن تسمية المركبات الأيونية من نوع المجموعة الأولى والثانية والثالثة جدا سهل يا جماعة الفلز كما هو الميتل كما هو باسمه اللافلز بقعه بـ IDE على سبيل المثال لو جاءنا هذا الاسم اللي هو CAF2 هل بيحكي طالب كيف توجبتها يعني هسا كتبت لي ليثيوم فلورايد بدون 2 هل بنحكي عن كيف تشكيل المركب إحنا خلينا بالتسمية خلينا بالتسمية تمام أنا من خلال التمرين أو من خلال تدريبي أنا بالحل أو من خلال ما عرفت إلى الكالسيوم أنه في المجموعة الثانية تمام والفلور مجموعة السابعة إذن هذا اسمه كالسيوم فلورايد لأنه مركب أيوني لأنه مركب أيوني الاسم كالسيوم فلورايد شايفين أتبعته بIDE كالسيوم فلورايد تمام طيب لا على التعيين خلنا نوخذ بي اي بي اي او يجي طيب يحكي كاميرا هيك ما كتبت اثنين برضو سأحكي لكم أنه سنتعلم كيف نكتب الصيغة الكيميائية للمركب الآن تمام باريوم وكسايت هذا اسمه باريوم وكسايت إنه عبارة عن ميتة معنى الميتة الميتة من المجموعة ثانية معنى الميتة من المجموعة سادسة إذن باريوم وكسايت وأنتم مش مطالبين تمام بمعرفة اللي هو الإملاء الضقيق طيب السلاة هذا اسمه أكسوجين أنا بعرف إنه اسمه أكسوجين ليش يا أستاذ ما حكيت أكسوجينايت أكسوجينايت شوفوا نوعا ما هي ثقيلة على اللسان ثقيلة على اللسان ليه كل العلماء تمام قالوا أكسايت خلاص أكسايت من باب اللفظ السهل ونفس الشيء نايتروجين تمام النايتروجين كمان اسمه نايتروجين تمام مش منطق أني أجي أقول نايتروجينايت شوفوا ثقيلة على اللسان وبحكي نايترايت يعني لو جانا على سبيل المثال ك ثري أن ولا بنحكي كيف أجد الثري تمام بصير اسمه بوتاسيوم نايترايت بوتاسيوم طيب ممكن يكون عندي أنا خطأ بالإملاء لكن حكينا ما بده يختبرك الدكتور في الإملاء بوتاسيوم نايترايت ها أهم شيء يكون عندي النهاية صحيحة نايترايت وموجوده مع الننميتل بوتاسيوم نايترايت إذن تسمية الفلزات من نوع مجموعة أولى ثاني ثلث إذا كان الفلز له الميتل واللافلز أكيد مجموعة خامس ستسة سابعة أو رابعة حتى تمام بتكون سهلة جدا جدا طيب نيجي الآن للنوع الثاني أو قبل ما نجينا للنوع الثاني صراحة خليكم تتمكنوا من معرفة كيفية كتابة الصيغة الكيميائية كيفية كتابة الصيغة الكيميائية تمام هلأ إحنا بنعرف أنه عندنا مجموعات أساسية زي ما حكينا المجموعة الأولى غالبا أو غالبا دائما شحيتها موجب واحد اللي هي غروب ون غروب ون دائما موجب واحد تمام غروب تو موجب ثنين غروب ثلاثة موجب ثلاثة تمام كيف يعني موجب ثلاثة هلأ بس أوضحكم واحدة عشان نطبقها على البقية على السبيل المثال عندنا الصوديوم عندنا الليثيوم أو خلينا نكتبهم بالعكس عشان أفضل تبتيبهم في الجدول الدوري عندنا الليثيوم عندنا الصوديوم عندنا البوتاسيوم ما رح أشرح هذول الثلاث هتكون فكرة كثير واضحة تمام هلأ بس ما بدي أعمق لأنه هذا الكلام بشابتر ثمانية الليثيوم ثلاثة الصوديوم احداش العدد الذرية لإلها البوتاسيوم اللي هو تساطاش وكذلك عدد الإلكترونات لأنها ذرات متعادلة تمام الليثيوم تمام يسعى أنه يفقد إلكترون عشان يصير مثل الهيليوم اللي هو غاز نبيل اثنين والصوديوم يسعى أنه يفقد واحد حتى يصير مثل النيون اللي هو عشرة والبوتاسيوم يسعى أنه يفقد واحد حتى يصير مثل الأراغون اللي هو ثمنطعش لذلك غالي دائما المجموعة الأولى مشحونة بشحنة موجب واحد هذا السبب إنا إيش مشحونة بشحنة موجب واحد نجي على المجموعة الثانية نأخذ فقد واحد اللي هو على سبيل المثال الكالسيوم إثناش يسعى أنه يفقد اثنين تمام بمركباتهم احنا قولنا مركب ايوني في شحنات ايونات انايون انت كاتيون هكذا يعني أنهم بالمحاضرة اللي فاتت تمام لما يفقد الكالسيوم إلكترونين بيصنع عندي كالسيوم موجب ثنين وكذلك الأمر عندنا المغنيسيوم موجب ثنين كذلك الأمر البريليوم موجب ثنين أما المجموعة الثلاثة على رأسها الألمنيوم ثلاثة بدي يفقد ثلاثة بيصنع موجب ثلاثة هاي بخصوص المجموعة الأولى والثانية والثلاثة خلاص نتعرف أن المجموعة الأولى موجب واحد الثانية موجب ثنين الثالثة موجب ثلاثة تمام طيب نيجي له المجموعة الخامسة على رأسها النيتروجين اللي هو سبعة تبحث عن ثلاث إلكترونات يعني بدها تكسب ثلاثة عشان يصير ممتلئة تمام لذلك بتكون سالب ثلاثة ونفس الشي الفيسفور خمسطعش بدها كمان ثلاث إلكترونات عندنا الأكسوجين ثمانية بده ثنين وتحت منه السلفر ليستطعش بده كمان ثنين عندنا الفلور اللي هي التسعة بده واحد الكلور سبعتاش أيضا بده كمان واحد وهكذا عندنا البروم خمسة وثلاثين بده كمان واحد لذلك المجموعة الخامسة تمام أو خمسطعش في بعض الجداول الدورية بتكون سالب ثلاثة شحنتها الأكسوجين الأكسوجين المجموعة السادسة سالب ثنين أو ستاش المجموعة السابعة سالب واحد أو مجموعة سبعتاش ليش بحكي سابعة أو سبعتاش لأنه في بعض الكتب بيحسبوا ترانزيشن متل في النص إنه مع عشر مجموعات تمام فبيحكي لي ثلاثة أربعة 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 في بعض الكتب ما بتحسبهم فبتقول ثلاثة أربعة أخمسة المهم إنه نحن نكون فاهمين هنا تمام هذا الشحنات هلأ شوف تفيدنا الشحنات على سبيل المثال تمام نيجي هنا المركب الأمامي حكي لي أكتب الصيغة أكتب صيغة المركب الناتج عند اتحاد أو مع الذرتين الآتيات اللي هو نايتروجين أو الصوديوم خلنا نحكيه مع النايتروجين يعني أو تفاعلوا مع بعض تمام كيف آلية الكسب والفقد حسير محهم هلنتر قادم نيجي في عنا مركب بسيط تمام اللي هو الصوديوم والفلور الصوديوم والكلور اللي هم لحط طعام اللي نحن بنعرفه اللي هو نا سي أل نا مع السي أل تمام نحن بنعرف أنه نا 11 بده يفقد إلكترون إنه بس مشان الله أي ذرة تخميني هالإلكترون لأنه عبع علي والكلور بس مشان الله من يعطيني هالكلور هالإلكترون عشان إيش أمتل أسير 18 مباشرة أول ما يجد تمام الكلور الصوديوم بيقول له أخذ أعطينا هالإلكترون تمام أنا بسير موجب وأنت بسير سالب اللي نا بسير موجب والكلور بسير سالب لأنه نا فقد إلكترون والكلور اكتسب إلكترون صارت عندي رابطة آيونية هذا هو منشأ الرابطة الآيونية نا سي أل عبارة عن رابطة ناشئة عن درتين إحداهما تفقد إلكترونات والأخرى تكسب إلكترونات نا سي أل بسير اسمه صوديوم كلورايد صوديوم كلورايد تمام طيب نا ن نا تمام بدأ تفقد إلكترون واحد نا بدأ ثلاث بدأ ثلاث تمام إلكترونات لأن في المجموعة الخامسة قلنا سالب ثلاثة حتى تصير إيش ممتلئة فلا تكتفي أن نايترونجينة بصوديوم واحدة بدأ كمان صوديوم وكمان صوديوم عشان تأخذ من كل واحدة إلكترون واحد بالتالي بدنا ثلاثة صوديوم إذن بسير المركب نا ثري أن هذا هو المركب أيوة طبعا أنا بدأ قعد أحلل دائما إنه كم بدها وكم ما بدهاش لذلك أنا بحكي لكم دائما كالتالي الان اي بضحها بضح فوقها شحنتها الصوديوم شحنتها الآن شو بنعمل هنا بنعمل تبادل الواحد بعطيها للنايترونجين والثلاثة بعطيها للصوديوم بسي عند مركب الناتج نا ثري كمان تمريع عشان نصير أموركم إن شاء الله لوز في هذا الموضوع نرجح هنا لو حكينا على سبيل المثال أكتب الصيغة الناتجة أو أكتب صيغة الايوني كومباونت لا ذرتين خلنا نحكي الكالسيوم والفسفور الكالسيوم والفسفور هذا ميتل المجموعة الثانية إذا موجب ثنين والفسفور نن ميتل من المجموعة الخامسة ذكروا أن الان بتكون تحت البي بتكون تحت الان ان بي تمام سالب ثلاثة مباشرة على الحل اللي اتفقنا عليه تمام بحكي أنه الثلاثة بعطيها الكالسيوم والاثنين بعطيها بدون شحنات طبعا بدون شحنات مطلقة مثل ما بدكم فما بالطريقة اللي بدكم إياها بسينا مركب الناتج سي اي ثري بي تو الآن أصبحنا نستطيع ان كتابة الصيغة اللي هو اللي هو اللي هو اللي يكون باونت المركب هذا واحد اثنين ادربنا على التسمية التسمية تمام هي عبارة عن الميتر كما هو اللي هو كالسيوم والفسفور تمام اللي هي فوسفايت فوسفايت مش فوسفورايت برضو هاي من الأسماء نتفق عليها العلماء حتى ما نجي الصعوبة في اللفظ فوسفايت تمام كمان مثال نأخذ على سبيل الفاشن نعرف نكتب الكتابة اللي هي الصيغة المركب واحد واثنين حتى نعرف نسمي لو اخترنا على سبيل المثال بي اي تمام هي باريوم باريوم في المجموعة الثانية طبعا نادر ما يجي معكم لكن لازم نكونوا عارفين هم كلياتهم وعندنا أيضا كمان خلنا نأخذ اللي هي الكلور تمام باريوم مجموعة ثانية وعندنا الكلور مجموعة سابعة تمام الثنين بعطيها للكلور الواحد بعطيها للباريوم والواحد ما بنكتبها يا جماعة الواحد ما بنكتبها يعني ما بكتب بي اي واحد خلص بي اي تعرف لحالة إنها واحد سي في لازمت بي اي دي اي اللو رايد الار هان والاي هان تمام هيك بتكون تسمية هذا المركب كمان مركب عشان نكفل على هذه الحالة تمام لو أخذنا على سبيل المثال عندنا الان اي لا نغير الان اي الاي مع الاي الاي موجب واحد والاي اللي هي سالب واحد يصير هذا مباشرة لانه الواحد هنا والواحد هنا ما بيطلع معنا اي رقم لانه واحد واحد مباشرة بيكون للاسم ليثيوم ايو دايت اي دي اي إذن هاي هي تسمية المركبات الايونية من نوع مجموعة اولى ثانية ثالثة الولميتل دائما دائما الان ميتل مجموعة خامس ستسلسة بعين نكون متفقين عليها سواء كم الفلز من الميتلات او من الميتل مجموعة اولى ثانية ثالثة او من transition ميتل والان ان شاء الله حنتكلم عن transition ميتل باذن الله تعالى وتعلمنا كيف نسمي الصيغة الكيميائية وتعلمنا كيف نسمي او كيف نكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الايونية لاحظوا ان الان انا ما ارجعت على الكورس اطلاقا هاي موليكولا كومباوند او هنا كومباوند كتابة الصيغة لانه النظري نوعا ما مش منطق لازم دائما واحد يكتب مباشرة عشان يوريكم ان الموضوع سهل جدا هاي معطيكم تمارين كيف نكتب الصيغة الكيميائية لنفسها رقم شحنية المجموعة بتضرب التبادي بتطلع عندنا الصيغة الكيميائية هذا كل تدريب على حساب الصيغة هنا عندي شحنات المجموعات الجدول الدوري واثبتنا لكم او فهمناكم كيف هذه الشحنات اجت تمام عندنا مجموعة ايونية موجبة مع ايون سالب ايواء اذا هاي اول مرة بشوف عندي مجموعة ايونية اللي هي NH4 موجب ايش هي المجموعة الايونية هاي النفس مهينة جماعة منحفظها منستخدمها ها نيجيكم عشان نرويكم المجموعات الايونية هاي هي المجموعات الايونية اللي انتم مطالبين بحفظها هاي هي المجموعات الايونية اللي لازم تكونوا مطالبين بحفظها ابتداءا بالامونيوم معظمها طبعا ايه سالبة معظم المعكم سالبة عندكم امونيوم NH4 موجب نايترايت نايتريت سولفاي سولفيت كروميت بيرمنغانيت سيانايد هيدرونيوم ثيوسلفيت اسيتيت نايتريت سولفيت فوسفيت دايكروميت منغانيت اتمنى جميعا شباب منكم تكونوا حافظينها شباب وصبايا تكونوا حافظين هاي انا حطيت اغلب الموجود معكم اغلب او حتى كله يعني حولت اه اني احط كل الموجود في كتابكم طبعا واكثر اللي بيجي واكثر اللي بيجي فاتمنى منكم جميعا اه الاسماء اللي هنا تكونوا حافظينها حافظين الاسم وحافظين الشحنة حافظين الاسم وحافظين الشحنة ليش نكون حافظين الاسم والشحنة لأن الشحنة تكون عارف شحنة عشان تعرف الصيغة الناتجة واحد واثنين الاسم عشان تكتب الاسم كما هو كما هو تماما يعني على سبيل المثال تمام طبعا دائما بتعطيني مركبات آيونية دائما هذه المركبات بتعطيني مركبات آيونية آيوني كومباونت تمام طب نيجي هنا عشان أوريكم كيف نتعامل مع المركبات الآيونية اللي هي المجموعات الآيونية لو جاءنا على سبيل المثال قل لي اكتب الصيغة الناتجة عن الأمونيوم لو أن أجفور لازم أكون عارف أنه أن أجفور موجب لما يجي معلي كلور كلور اللي هو سالب مباشرة موجب واحد وسالب واحد بالتبادل تمام بيطلع عندي الناتج أن أجفور سي أل اسم المجموعة الآيونية ما أقول عندي ثلاث ذرات هنا كيف بدي حديد خلاص أنا عارف أن هاي مجموعة آيونية اسمها أمونيوم اسمها طيب في عمنا دابل أم هنا أمونيوم مباشرة واللافلز في كل الحالات أصلا آي دي إي كلورايت تمام طيب هاي حالة كمان حالة لو إجاني ن ا مع بي أو فور تمام قل لي أكتب الصيغة الناتجة بيننا الصوديوم والفوسفيت والفوسفيت انتبه عندنا فوسفايت وعندنا فوسفيت تمام طيب ألا أحكيكم كيف طريقة سيلة عشان تكونوا حافظينه وما تخربطوا بيناتهم الصوديوم مجموعة أولى موجب واحد والفوسفيت أنا أبدأ أكون حافظ من الجدول الخاص فيهم إنه سالب ثلاثة شايفين شو أهمية إنه يكون حافظ الشحنات الواحد لا الفوسفيت والثلاث لا الصوديوم إذن الصيغة الكيميائية أنا ثري بي او فور هلأ منطقيا لو كان رقم غير الواحد تمام بيكون مضرب بي البي او كاملات فلازم أسكرهم بقوس يعني منطقيا لازم أسكر بقوس وأضرب بواحد لكن لأنه الواحد ما بيسمن ولا يغني من جوع خلاص لو كان الثلاثين لازم أحط قوس لأنه للثلاثين بتكون القوس كامل مش للأكسوجين لحالها ولا للفسفورة أنا ثري بي او فور هاي هي صيغة المركب الناتج شو بكون اسمه الفريز كما هو صوديوم صوديوم آي يو أم فوسفيت اي تي اي ها مش النهاية فوسفيت ايوه طب أستاذ شو الفرق بينهما أو شو هو الاسم الثاني لو رجعنا للجدول الدوري آسف مش الجدول الدوري اللي هي المجموعات اللي هخليناهم إحنا هنا نيجي اي بي او فور ماينوس ثلاثة فوسفيت نهايتها اي تي اي اي وجنبي هشوفوا علي يسار هنا تمام اكبر الشاشة عشان علي يسار فوسفيت اي اي نفسها عندنا بالأعلى شوفوه سلفيت او سلفيت علي يسار سلفايت او سلفايت بالآي لاحظة ضيما عدد الأكسجينات الأقل بيكون آي عدد الأكسجينات الأعلى بيكون اي هاي معلومة جدا مهمة بسهل عليك تمام بالأعلى كما نطع على فوق شوفو نايت ريت علي يسارها نايت رايت هي سهلت عليكم تقريبا ما يقارب التسع مركبات او تسع مجموعات ايونية فوسفيت فوسفيت سلفيت سلفايت نايت ريت نايت ريت نايت رايت هاي ايش كثير سهلت عليكم انو لما الأكسجينات يكون اكثر تمام اي بيكون اي لا تنسوا اللي هو سالب واحد سالب ثنين سالب ثلاثة اللي هي الشحنات في كل واحدة فيهم اذا نرجع حين اي ممكن يكون نفس المركب يا جماعة اللي هي نا بي او ثري ننتبه تمام بتكون هاي موجب واحد زي ما هي ما تغيرت وهي بتكون سالب ثنين اذا المركب حيكون نايتو بي او ثري نفس الفوق لكن حيكون صوديوم فوسفيت حيكون صوديوم فوسفيت انتبهوا على النهاية صوديوم فوسفيت كمان مثال عشان ومثالين وثلاثة ان شاء الله عشان نفهم الفكرة تمام لو اجاب لهذا المركب اللي هو عبارة عن Mg SO3 تمام حكا لأكتب الصيغة او صيغة المركب النتج من هذو المركب اللي هو من الماغنيسيوم والسولفيت الثلاثة هنا سولفيت SO2 سولفايت تمام الماغنيسيوم اللي هي Mg موجب ثنين والسولفيت برضو كمان موجب سالب ثنين اللي هي سالب ثنين تمام طيب بما ان هاي ثنين وهاي ثنين خلاص نفس واحد واحد وثلاث ثلاث نفس الشي ما منحطهم خلاص كمان مرة لما تكون واحد واحد او ثنين ثنين او ثلاث ثلاثة ما منعمل ضرب تبادل للشحنات بينزلوا نفس ما هم بدون شحنات انذا بينزل المركب كالتالي اللي هو Mg SO3 مش منطق اني اجي اقول Mg2 SO3 واضرب باثنين اثنين لاثنين هاي كيميائيا ما منطقة اطلاقا او واحد لا واحد او ثلاث لثلاثة خلاص بستير واحد واحد مباشرة يعني MgSO3 اما شو اسم المركب بيكون ماغنيسيوم هذا المركب بيقولنا سلفيت او سلفيت المهم انه بالA لو كان SO2 هيكون نفس الشحن اللي هي سالب ثنين لكن هيكون الاسم سلفيت انتبع عنه يا جماعي انه الدكاتر هجيبوا هذا بالخيار و هجيبوا هذا بالخيار تمام عشان نخصلكم اياهم بي او فور سالب ثلاثة بي او فور بي او ثري سالب ثلاثة و عندنا CO3 مينس ثنين CO2 مينس ثنين و عندنا SO2 SO3 مينس ثنين SO2 مينس ثنين شوفو فوسفيت كاربونات صلفيت فوسفايت كاربونايت صلفايت و عندنا كمان عشان ما تنسوا اللي هو NO3 مينس و NO3 NO2 مينس نايتريت نايتريت هذر هم الثمانية نكون هيك احنا سهلنا عليكم عشان تجمعهم تكونوا عارفين شحناتهم تكونوا عارفين اسمعهم مهمين و كثير ما بيجوا يا جماعة نركز عليهم عيدوا كمان مرة فوسفيت كاربونايت صلفيت نايتريت الشقة الثانية الايسر فوسفايت كاربونايت صلفايت نايتريت تمام نيجي على كمان صفحة عشان ناخذ كمان مثال طيب لو جاني مجموعة آيونية مع مجموعة آيونية ممكن تيجيني عادي مجموعة مع سالب خاصة الأمونيوم هي تقريبا الوحيد و كمان واحدة لمموجبات اللي هو عندنا NH4 حكا لأكتب الصيغة ناتجة منها NH4 اللي هو الأمونيوم مع اللي هو CN هاي هو مرمجب اللي هي سيانايت موجودة معهم لو انتبهنا طبعا هنا موجب واحد هنا سالب واحد هيكون الناتج NH4 CN زي ما هو أمونيوم سيانايت إذن أتمنى من الجميع يكون يحفظ هذه المجموعة الآيونية لأنه تلزمنا اسمها تمام زائد شحنتها اسمها زائد شحنتها تمام هذا بخصوص المجموعات أو الفلزات اللي هو الميتل الموجودين في المجموعة الأولى والثانية والثالثة الموجودين في الأولى المجموعة الأولى والثانية والثالثة طيب ماذا لو كان الفلز اللي هو الميتل من الترانزيشن ميتل ماذا لو كان الميتل من الترانزيشن ميتل تمام اللي هم العناصر سمناها العناصر مجموعة B هذا في هذا الصفحة تمام ليش سمناها أو شيء انتقالية لأنه شحناتهم تتغير شحناتهم تتغير إذن وجب علينا كتابة شحنته إيش منطق أني أقول الحديد على سبيل المثال Iron Cloride واسكت عندك Iron 2 وعندك Iron 3 عندك الكبر عندك كبر 2 وكبر 1 عندك منغنيز منغنيز 2 شحنته ومنغنيز 4 ومنغنيز 5 ومنغنيز 7 إذن لنبد من تحديث شحنة الترانزيشن ميتل الفلزر الانتقالي من خلال اللي جنبه اللي هو النن ميتل من خلال النن ميتل يعني بدي أعتمد على النن ميتل تمام حتى أعرف شحنة اللي هو الترانزيشن ميتل تمام وبعدين بعبر عن شحنة بأرقام يونانية اللي مثلا ظاهر أمامنا بالصورة 1 2 3 4 5 6 7 8 بهذه الأرقام هذا المثال على سبيل MN203 نيجي هنا لنشان نوضح هذه الرسمة إذا كان عنصر نن ميتل من عناصر الانتقالية لازم أو أجد شحنته MN2 O3 مش من منطق أجي أقول منغنيز ميتل فمنغنيز أكسايت خطأ المنغنيز له أربع شحنات جماعة لهيك لازم أحدث شحنته نفس عمد التأكسر اللي خدتها في الثانوية والموضوع مش صعب تمام هلأ باجع للمعلومة هي مجهول إذن كل المركب عبارة عن 0 هاي خطوة التوجيه لي عدد التأكسد المركب كله سفر تمام المنغنيز شحنته مجهوله إحنا بدنا إياها أصلا فبقول 2X زائت الأكسجين مجموعة 6 إذن سالب 2 ف3 ضرب سالب 2 يعني 2X زائت 6 يساوي 0 بودي 6 على طرف الثاني آسف سالب 6 ودي على طرف الثاني بصير موجة ب6 2X تقسيم 2 تقسيم 2 إذن X تساوي موجة ب3 إحنا حسبنا شحنة المنغنيز مباشرة باجي بقول منغنيز ثلاثة باليوناني مش بكتب ثلاثة باليوناني واحد اثنين ثلاثة تمام بين قسين بعدين بكتب اللافلسك IDE أكسايد موضوع جدا جدا سهل وممتع يا جماعة مش صعب إطلاقا حددنا شحنته لأنه متغير الشحنة تمام عندنا أيضا كمان خلينا نأخذ كمان مثال C U C L خلن نأخذ C U C L تمام C U C L أي موجود في الكتاب C U C L 2 حلن نأخذ C U C L تمام طيب C U C L هاي سهلة جدا C U C L سالب واحد إذن يقين حيكون هذا موجب واحد عشان يكون المجموع وكلياته سفر شوفوا ما أسألها هذه تمام إذن حيكون كبر واحد اللي هون باليوناني كبر ون كلورايت كلورايت كبر ون كلورايت تمام آيونية تمام يعني على سبيل المثال إذا جاني هذا طبعا المجموعات الآيونية غالبها موجب والترانزشين ميتل كله موجب الترانزشين ميتل كله موجب فخلنا نأخذ الترانزشين ميتل كله موجب لو جاني على سبيل المثال سي يو وخلنا نغير سي يو لأننا استخدمناها ف اي حكالي أكتب صيغة نتجة لما يجي مع البي او فور سالب ثلاثة ها عندي ترانزشين ميتل تمام وعندي مجموعة آيونية طبعا شو نحنه بكم مش معطين إياها تمام لو حكالي هو أكتب الميكر آيوني كومباون الناتج بين الآيرون والفوسفيت احنا بنعطيكم بالأساس تعرفتو كتب المركب صيغته واثنين تسمي تمام ولو بكون أصلا ما أعطيك إياها صيغته بس أنا بديك تتعود كيف تعرف صيغته بي او فور مجموعة آيونية سالب ثلاثة سالب ثلاثة تمام والآيرون احنا بنعرفهاش والآيرون احنا ما بنعرفه تمام طيب طبعا لو وجونا لو حكالي هيك طبعا هو قصده بكون بس واحد من الفوسفيت هاي نادر ما تيجي لأنه بسي فيها لبكة ممكن يكونوا ثنين من الفوسفيت او ثنين جزئي فوسفيت او ثلاث جزئي فوسفيت او اذا كان قصده واحد جزئي فوسفيت وهو اذا ما حكى اشي معنا قصده واحد جزئي فوسفيت ما راح يكون هذا موجب ثلاثة يكون هذا موجب ثلاثة هتكون الصيغة الناتجة اف اي بي او فور ومنسكت لانه موجب ثلاثة سارة بثلاثة بالغباط خلاص مباشرة طب لو هو نفسه حكالي اف اي ننسي نحدد الشحنة هنا ننسي نحدد الشحنة طبعا اا اللي هي اف اي اا ثري اف اي واحد اثنين ثلاثة اللي هي فوسفيت بي او فور اا اللي هي فوسفيت بي اتش فوس فيت تمام طيب لو جينا هنا يا جماعة لو حكالي هو تمام اا صيغة المركب التالي اا اللي هو تمام لو حكالي هذا المركب الأمام اللي هو كبر نايتريت كبر نايتريت بس من نسميه احنا تسميه صحيحة تمام بعد جينا الكبر مجهول الشحنة احنا ما بنعرف شحنته تمام ولكن نايتريت سالب واحد تمام فمجي بقول اكس طرب واحد لنظرت اا كبر واحدة تمام نحاس واحدة اكس زائت ثلاثة بسالب واحد سالب ثلاثة المجموع الكل يساوي سفر اذا الاكس شحنتها موجب ثلاثة موجب ثلاثة فمجينا مباشرة بيقول له كبر اا كبر ثلاثة واحد نين ثلاثة اا نايتريت نايت ريت وانت بنيتريت مش نايت ريت بالاي ان او تو ماينس ون لنايت ريت تمام طب اا الى هنا منكون ان شاء الله خلصنا اا تسمية المركبات الايونية تمام اا لنا عود ان شاء الله في بداية اللي هي التسجيل القادم عن المركبات الايونية ان شاء الله عشان نبدأ تمام في المركبات اللي هي التساهمية او التشاركية بلغة اخرى اا ان احسننا فمن الله وان اسألنا من انفسنا والشيطان نلقاكم ان شاء الله في التسجيل القادم اشتركوا في القناة